السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 22 نوفمبر القمر اليوم برضو موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 5 و19 دقيقة من صباح يوم الغد الأحد بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و23 دقيقة من ظهر هذا اليوم اللي هو السبت بتوقيت جرينج لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر اليوم بما أنه موجود في برج العقرب إذن التأثيرات على جميع الأبراج اليوم بسبب وجوده بالعقرب ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يام نحب يام نكره يام نتقرب يام نبعد يام نتواصل مع الغير يام نقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن عند أي انتقاد أو مهاجهة ينفجر عند أي كلمة فحوله ما توجهه أي انتقاد لأي شخص يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين المريخ هذه زاوية لها تأثير ثلاث أيام قبل واليوم ذروتها وثلاث أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وبتشجعنا على القيام بمؤادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كمانها بتمنحنا المهارة اليدوي والدقة والسرعة في أداء أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة ودقيقتين عصرا بتوقيت جرينج بتزيد من حد الذهن وحدسنا ونقدنا وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا انتقال كوكب عطارد من برج العقرب لبرج القوس الساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر بحركة أمامية لغاية الساعة ثنتين واثنين واربعين دقيقة صباح يوم الثلاثة ستة وعشرين احداش بتوقيت جرينج طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة ورح نذكر التراجع وأوقاته وأهم الأشياء اللي بتكن تنتبهوا منها فترة التراجع خلال الفترة المذكورة اللي هي لما بيكون عطارد بحركة أمامية اللي هي من يوم اثنين احداش لا يوم ستة وعشرين احداش هاي الفترة بيشعروا موليد برج القوس بقوة الفكر والتركيز والرغبة في المطالعة والدراسة وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم موليد الأبراج النارية الأخرى الحمل الأسد برضو الأبراج الهوائية لهم الجوزاء الميزان الدلو وكذلك كل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده في برج القوس أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة التسعة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر حاندين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحلي للغداد التناسلية المبايد لورستاتا عظم العنى والجينات هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه أو يبطوا عملية الإنبات يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي للأشخاص اللي بيعانوا من تقصف أو بطء أو تساقط شعر أو بدهم يأخذوا علاج للشعر أو يعملوا زراع على الشعر فهذا وقت مناسب لهاي الأمور القمر بما إنه مازال موجود في برج العقرب خلو المسهر القادم رح يكون يوم الغد الأحد بيبدأ الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 519 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد عمره يوم الساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بنبدأ باليوم الثاني أو يوم الثنين من الشهر العربي نسبة الإضاءة نهايته اليوم بتكون 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد الآن بنسبة 85% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 45% القمر في العقرب حتى يوم 3-11 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 85% عطارت في العقرب ورح ينتقل القوس زي ما ذكرنا ورح يظل بحركة أمامية ليوم 26-11 بعدين بده يبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات المساء منتحس بنسبة 60% المريخ في السرطان حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن زي ما ذكرنا صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك أكثر من يوم أمس مع الشرط التحليب الليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء حاول أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ وبعضكم ممكن ينشغل بمعاملة أو ملف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية حافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم وما تعرض لقاءك للفشل بيحمل لك هذا اليوم نوع من أنواع التوتر لأنها يعني فترة ضاغطة القمر موجود مقابلك عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعادي أحد وتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك قوي وطباعك ما رح تكون هادية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال والالتزامات أهم شأنك تراعي ظروفك الصحية ومع بعضكم ممكن يعيد ترتيب الأوضاع أو تتحسن أحوالكم بشكل واضح برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وأيضا بعطيكم فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهمش أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي وللتلقي الجوائز خلال هذا اليوم وأيضا للتعارف والحب والغرام ويعتبر هذا اليوم من أجمل أيام شهر وأكثرها حظا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو ميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم أهم شي إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك بتنهمكوا بحل مسائل عائلية أو شخصية وبعضكم ممكن يكون قلق أو يتذمر لأقل إشارة بالنسبة لموليد برج العذرة بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزه قصير ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بعدكم ممكن يقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة حاول أنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة اليوم تتميز بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع وقدرة على إيجاد الحلول برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي ابتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك واضف أموالك بشكل حكيم ما في داعي للمبالغات ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا النشاط عالي اليوم أكثر من يوم أمس وحيويون وبينجذ بلكوا أفراد من الجنس الآخر أهم إشي بادروا لأي خطوة جديدة اليوم من شأنها نها الدعم من مركزكم الاجتماعي ابتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطها وفكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر أو تنتعش العواطف وتزدهر للقاءات بعضكم ممكن يتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي فترة مميزة بالنسبة لك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا يوم آخر غير مريح صحيا أو نفسيا بسبب وجود القمر في بيت المتاع برغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة وإبعدوا عن المؤامرات والرهان على الحض بتعاني من تراجع في الأرباح أو المعنويات أو الحيوية فما تجازف في سلامتك فترة فارغة من الحضوض حاول أنك تصبر لصباح يوم الغد لا يوصل القمر لا عندك وبتتحسن الأجواء نسبيا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا اجتماعي بتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني ومساعدة صديق هذه فترة مميزة لتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية اقتنس الوقت المناسب لا إله رأيك وللحصول على موقع معين واتفاعل مع المسؤولين بمرونه برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبيتنجحوا اليوم بإثبات جدارة كومونيل رضى المسؤولين أهم شيء أن تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة المشاكل لأنها فترة مهمة وبتمتحنك وما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤوليتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم بيصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباهكم وهذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو امتحان وبتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر صار يعتبر هذه الفترة من أجمل أيام الشهر بتكون فترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للإنطلاق بورش جديده هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء